السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صعود جبل الرحمة صعود جبل الرحمة عرفات طبعا شكرا اشتركوا في القناة بتصور بوضوح هذا هذا ايضا من ريوب من غالكسيا هذه كانت من احسن الشعشات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شبك من شاء الله طبعا تلاحظوا التشجير في عرفة 300 ألف شجرة تم زرعها في عرفة نواصل هذه قمة جبل الرحمة طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لا مريد انه يعني طلع الجبل وفكرة طلوع الجبل ما بعرف احيانا تكون التفاتات عندي سريعة كده بس تسامحوني ارجع تاني مرة اوزن الموضوع هادي لفة كاملة كده حوالينا هادي الشاخص يقول لك توجه بدعايك وصراتك نحو القبراء تتوجه نحو جبل عرفة او الشاخص هذا الشاخص اللي هو هادي ها طبعا مسجد نميرا هذا الشاخص كده نحن رحلة النزول اتذكرت رحلة جبل ثور كان قبل كم يوم احد الحجاج سهلني عن جبل ثور يقول لي كم الطلوع طلوع حوالي ساعتين وقال لي النزول في قلبي تتحسب النزول سهل يعني ترى جبل ثور حتى النزول كان صعب يعني يعني مرهق وصعب انا بصور النزول عشان ايش تعيشوا معي الاجواء يعني واحد كده يكون نازل بعدين اشتاق كده يطالع فوق يقول يا الله طبعا نحن الحمد الله في نعمة هنا نقدر الله لا يحربنا منها على خير نقدر نيجي دائما نشوف هذه الاماكن لكن في ناس تكون المشاعر عندهم فياضة لانه بيجي واحدة مرة يعني مرات قليلة فانا بحاول ان يعني اكون معاهم واقرب لهم والصورة والفيديو ونعيش كلنا كده الاجواء الروحانية مدى التسجيل نحن كده وصلنا للسفحة الجبل هنا اخي المسلم طبعا من الرأس العامة لهاية الامر المعروف والنحية المنكر اخي المسلم رسول عليه الصلاة والسلام ما جاء إلى هنا الا يوم عرف ولما يصعد الجبل وقال اعرف كلها موقف ولا امر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسح بشيء من الجبل والشجرة او الحقد عليها ولا امر بالصلاة فوق الجبل او الكتاب على الاحجار او البناء الذي فوق الجبل فاتبع ايها الحاج سنة نبيك عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسكك يعني حتى الصلاة أنه أصلاً الرسول عليه الصلاة والسلام ما طري على الجبل ولا صلة فوق حكاية أنه الناس يطلعوا ويصلوا هو سبحان الله كما قال بك كثير من العلماء يعني الناس يعني ميالين إلى البدع بشكل كبير جداً سبحان الله وما ماتت سنة إلا وإش إلا أو ظهرت بدعا أو بالعكس ما ما ظهرت بدعا إلا ما أتت سنة طبعاً السنة لا تموت يعني أنا بس التعبير اللغوي يعني يا لبي إن الأمد والنعمة لك والمر لا شيء لك لبيك الله لبيك لا شيء لك لبيك إن الأمد والنعمة شكراً لكم